بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله هناخد part 17 اللي هو settlement of foundation أو الهبوط بتاعة الأساس أولاً settlement بتاع الفاونديشن ممكن يحصل يا إما settlement under loads يعني نتيجة الأحمال أو settlement due to other cause طيب settlement of foundation can be classified لو نتيجة تبقى اللودز ديت يا إما elastic settlement SI the elastic or immediate settlement takes place during or immediately after the construction of the structure it is also known as the distortion settlement as it is due to distortion within foundation soil يعني إيه الكلام ده ببساطة خالص إن إنت وإنت بتنشأ ممكن حبيبات الطربة لسه مش مترتبة وبتاع فبيحصل إيه هبوط مباشرة بعد الانتهاء من مين من المبنى والأحمال تجيله فده بيسموه السمين أوي النوع الثاني اللي هو consolidation settlement وده الخطير شوية consolidation settlement occur due to a gradually explosion of mean water from voids at the soil it's determined using the terzaghi theory of consolidation يعني ده هبوط التصلب ده بيحصل طبعا مع الوقت زي ما احنا درسنا في soil mechanics وده نتيجة خروج المية من الفراغات تاعت السويل في عندي كمان secondary consolidation settlement اللي هو الس ده settlement occurs after completion of primary consolidation يعني بعد ما ده بيخلص بيبتدي يحصل مين السكندري secondary consolidation is non-cyclified for inorganic soil يعني الطربة اللي هي مش عضوية ملهوش لازمة نحن نحسب secondary consolidation يعني الخلاصة إن total settlement بتاعي عبارة عن مين SI اللي هو الelastic settlement أو الimmediate والSC اللي هو consolidation والSS اللي هو السكندري النوع الثاني اللي هو settlement due to other causes ممكن نتيجة مين structure collapse of soil يعني يحصل انهيار لمين الهيكل الانشائي بتاع السويل نفسه يحصل له انهيار underground erosion يعني يحصل تآكل lowering of water table المية نزلت نتيجة بردك دي تعتبرت زي الأحمال thermal change يعني التغير الحراري طيب نحسب ازاي الهبوط أول حاجة الelastic settlement في الكوهيزف سويل يعني التربة مين التربة اللي هي لها C لكن F بتاعتها بكام بصفر فاحنا عندنا المعادلة بتاعتنا بتقول ايه SI بتساوي Q في B في I في 1 minus new Q square على ES Q ده اللي هي Uniform Distributed Load ده الحمل اللي هو موجود عندك على مين على الأساس الحمل اللي هون القيو B width of loading area العرض بتاع الا الأساس نفسه models of elasticity of soil ده اللي هي ES A new اللي هي Poisson Ratio نسبة Poisson والI ده اسمه Influence Factor which depends on upon elastic properties of the base and shape at base ممكن نطلع قيمة على طول واحد ناقص new square على ES على I كل القيمة دي كده ممكن نروح نجيبها منين من plate loading test على أساس أنت بتبقى عامل المعادلة أو عامل العلاقة ما بين الهبوط وما بين مين ال Q فممكن تقدر طلع القيمة واحد ناقص new square على ES أما بالنسبة للطربة اللي هي Cohesion less soil فالإسة هي بتاعتها عبارة عن C1 في C2 في Q داش ماينس Q كلام ده تكامل I2 على ES delta E من Z من Z بتساوي صف لحد Z بتساوي مين B C1 ده Correction Factor for Depth of Foundation Embedment C2 Correction Factor للكريب ال-Q ده pressure بتاعي اللي هي ال-Q بتاعتي داش معلش دي ال-Q داش اللي هي موجودة عند foundation 11 و-Q اللي هو surcharge اللي هو gamma SBT على طول أخذها كام 766 مين N وبعدين ال-QC ده لو هجيبها من CBT يبقى أنا أقدر من هنا أحسب ال-Elastic settlement بتاعة السويل شكرا